نحن الآن في مدينة تاريم بمحافظة حضرموت هذه المدينة ووادي حضرموت شاهد أمطار غزيرة صباح اليوم على إثرها تدفقت السيول كما ترون في هذا المكان هذا الخط الرابط بين مدينة سيئون ومدينة تاريم وهو أيضا خط دولي يربط الجمهورية اليمنية بسلطنة عمان الخط الرابط بين مدينة سيئون ومدينة تاريم السيل قام بقطع هذه الطريق وهناك مجموعة من المركبات متوقفة منذ صباح هذا اليوم لم تستطع الدخول إلى مدينة تاريم وفي هذا الاتجاه أيضا لم تستطع هذه المركبات الدخول إلى مدينة سيئون كما ترون مجموعة من المركبات متوقفة تريد السيل أن ينتهي حتى يدخلوا بسلام إلى مدينة سيئون معي هنا أحد صاحب أصحاب المركبات المتواجدين وأحد المتواجدين في هذا المكان كيف شاهدتم السيل ومنذ متى انتهنا والله إحنا هنا من الصباح على سجنة تجاه إلى مدينة سيئون حيث أعمالنا هنا فيه ونحمد الله على هذه النعمة يوصلنا إلى هنا على ما تشوفون السيل منقطع من الصباح الخط الواصل بين سيئون شباء تاريم عمان سنطنة عمان وكلما تشوفون الخط مقطع من هنا على الجانب السيل من هنا والحركة واقفة ومن الصباح الآن كثير الناس واقفين لا أي حركة ولا أي شيء شكرا جزيلا شكرا إذن كما شاهدتم وتابعتم الحركة متوقفة في هذا المكان جراء السيئون وهناك معلومات أن هذا المنخفض اليوي سيستمر في الأيام القادمة حدد مسعد قناة بلقيسة من مدينة تريم حبرمون ترجمة نانسي قنقر شكرا